مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية في النور يمكن زي ما قلت في البداية أنه أردغان وهو بيقف قدام الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتحدث فيه شؤون دول أخرى لم يتذكر التاريخ المشين الخاص بإبادة تقريبا مليون ونص أرميني مسبحة صنفت على مستوى العالم بأنها الأبشع تاريخيا تفاصيل هذه الإبادة الجماعية سنعرفها اليوم مع حضراتكم مع الدكتور أرمان مضروميان رئيس الهيئة الوطنية للأرمان بالقاهرة وعضو المجلس الملي الأرميني أهلا بك دكتور أهلا بك كمان بيساعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور المؤرخ محمد رفعة الإمام عميد كلية أداب دامنهور والمتخصص في الشأن الأرميني وأستاذ التاريخ الحديث والمعفر أهلا بك يا فندق أهلا بحضرتك أنا عايزة أبتدي مع حديك دكتور أرمان عايزين نحكي للناس البداية بداية الحكاية ليه الأتراك في وقت من الأوقات قرروا أن هم يعملوا تطهير عرقي لكل الجنسيات الموجودة غير الأتراك التاريخ ده أولا حدريك أشتي في الأول من رئيس أردوغان لما أتكلم ما جابش في سيرة الإبادة والمجازر اللي حصلت للأرمن ده بالعكس الرئيس عبدالفتاح السيسي السنة اللي فاتت في مؤتمر ميونيخ للأمن اتكلم بصراحة قدام قادة العلم كلهم عن إبادة الأرمن واللي حصل للأرمن وأنهم لجأوا لمصر ومصر فتحت لها إيديها واستقبلت الأرمن دول في مصر وأصبحوا جزء من النسيج المصري وما أصبحوش لاجئين يعني الأرمن ما تصنفوش كلا إيجيلين لا أصبحوا جزء من النسيج المصري ده حقيقي احنا عندنا شخصيات كتير اندمجوا مع المصريين درجة أننا ما كناش عارفين الأصل أن أصلهم أرميني عندنا نيلي وعندنا لبليبة وعندنا فيروز نوبار باشا الناس دي ما كناش عارفين أنه ليهم أصل تاني غير الأصل المصري من كتر ما هم اندمجوا مع المجتمع المصري وده احنا اعتبرناه وسام على صدر الأرمن المصريين بأن الأول رئيس مصري يشيد بالإبادة الأرمنية من محفل دولي ده حقيقي طيب عايزين برضو نعرف الناس القصة من البداية إيه اللي حصل؟ الأرمن كانوا جزء من الدولة العثمانية كانوا عايشين على أراضيهم التاريخية وكان طبعا ليهم مطالبات كان فيه ضغط على الأرمن اللي كانوا عايشين في الجزء الشارئي من تركيا فابتدوا يطلبوا أن حياتهم تتصلح الاقتصاد يتصلح وحاجات من هذا القبيل فكان رد السلطان عبد الحميد على المطالبات دي بالنقام بقتل أكتر من 300 ألف أرمن اسمها المذابح الحميدية سنة 1896 دي كانت البداية للمعاملة السيئة مع الأرمن بعدين جات المرحلة التانية اللي هي مذابح أدنى 1909 اللي قاموا بقتل حوالي 30 ألف أرماني ومسيحي في منطقة أدنى وكانت دي برضو تمهيد للتخلص من الأرمن والجنسيات الأخرى اللي كانت عايشة في المنطقة دي وخاصة الأرمن في الست ولايات الشرقية للأنادول اللي كانوا بيمثلوا فيها أكثرية كان في حوالي 2.5 مليون أرماني عايش في الدولة العثمانية في الوقت ده على حسب تقديرات البطرياركية الأرمانية في الدولة العثمانية وكانت نستوياتهم الاقتصادية مرتفعة أدى برضو للطمع بالزبط فكانت تركيا في الوقت ده ابتدوا طبعا دكتور محمد يستفيد في ده لكن ابتدت القومية التركية تظهر أن تركيا للأتراك فقط فكان المنطقة دي عايش فيها الأرمن واليونانيين والأشوريين والأكراد والعرب فكان لابد من التخلص من الناس اللي عايشة في المنطقة دي لتوحيد الجنس التركي وإحياء القومية التركية تمام روح بقى لدكتور محمد والوجهة النظر التاريخية اللي بتقول أن تركيا لما تحس دايما بالضعف تبص تلاقي تشوف اللي حواليها علشان تبتدي تتخلص منهم تدريجيا وكأنه المحيطين بيها هم السبب في إفشالها تاريخيا ده حصل إزاي قبل وقوع مدبح الأرمن؟ الدولة العثمانية يعني في القرن 19 كان قرن جرح الكرامة العثمانية لأن الدولة العثمانية فضلت مثلا في القرن 16 وال17 دولة إمبراطورية ولها هيمنة على أماكن في ثلاث قرات ويعني ملايين البشر من كل الأديان في القرن 19 تم تحجيم الوجود العثماني في البلقان وفي البلاد العربية وفي أماكن أخرى حتى من الأناضول وبالتالي اعتبروا الأرمن هم الامتداد الداخلي للعدو الخارجي اللي هو متمثل في روسيا وأوروبا اللي كانوا طمعانين في ميراث الرجل المريض اللي هو التوصيف الخاص بالدولة العثمانية فتم تصوير الأرمن على أنه هم العدو الداخلي اللي بيمثل الأعداء الخارجيين وطبعا تم توظيف الدين وفكرة الجهاد لا اعتبار أن الدولة العثمانية هي دولة خلافة إسلامية وأن الخلافة مستهدفة من الأغيار وبالذات للعناصر المسيحية وبالتالي أن الرسول الداخلي للعناصر المسيحية هو الأرمن وهنا استغلوا بالذات العقيدة الإسلامية السنية عند الأقرب بالذات في هذه الجزئة يعني مش كما يقال أنه الأرمن تعاونوا مع الروس ضد تركيا واللي بيقال ده حضرتك بتبقى الروايات الرسمية المعلنة من تركيا اللي بتستغل وبيتبنى عليها تصفيت الوجود الأرماني كان لازم يجيب يعني حجة لازم يجيب مبرر أنه هو اللي حينقل الأرمن من الست ولايات اللي هم أرمانيا العثمانية في الحرب العالمية الأولى بزريعة أنهم ممكن يتعاونهم مع العدو الروسي تمام طيب إحنا معنا تقرير عن الإبادة الجماعية للأرمن مجموعة من التفاصيل والأرقام أنتبعها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي مفابح الأرمن هي عمليات القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل حكومة تركيا الفتاة في الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى إذ بدأت عام 1915 على يد السلطان عبد الحميد الثاني ويقدر الباحثون أعداد الضحايا الأرمن بين مليون إلى مليون ونصف شخص معظمهم من المواطنين داخل الدولة العثمانية وبدأ تاريخ الإبادة في الرابع والعشرين من أبريل عام 1915 وهو نفس اليوم الذي اعتقلت فيه السلطات العثمانية ورحلت ما بين 235 إلى 270 من المثقفين وقادة المجتمع الأرمن من مدينة القسطنطينية إلى منطقة أنقرة وقتل معظمهم في نهاية المطاف بدأت هذه العملية بالدعاء الخلافة العثمانية أن روسيا تواصلت مع الأرمن الروس المقيمين قرب الحدود الروسية العثمانية ودعمت أن هذه الجماعات حاولت اغتيال السلطان عام 1905 وعلى إثر ذلك قامت بتهجير عدد كبير من الأرمن بين عامي 1915 و1917 فضلا عن قتل الملايين وتقوم اليوم العديد من المنشآت التذكارية التي تضم بعض رفاة ضحايا المذابح في يوم الرابع والعشرين من أبريل من كل عام بالذكرى مذابح الأرمن وهو نفس اليوم الذي يتم فيه تذكار المذابح الأشورية وفيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في اسطنبول وبعد ذلك طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم وأكبرهم على المسير لمائة الأميال إلى الصحراء وحرموا من الغذاء والماء لذلك فأغلبية مجتمعات الشتات الأرمنية حاليا هي نتيجة للإبادة الجماعية التي حدثت لهم وتنفي الجمهورية التركية حتى الآن وقوع المجازر التي تؤكدها الأمم المتحدة كما تنفي تركيا تسمية الإبادة الجماعية كمصطلح دقيق لوصف هذه الجرائم وفي السنوات الأخيرة وجهت دعوات متكررة للتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها إبادة جماعية واعتبارا من 2018 اعترفت 29 دولة رسميا بأن عمليات القتل الجماعي للأرمن هي إبادة جماعية مثل الروسيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم إضافة إلى منظمات دينية والسياسية مثل الكنيسة الكاثوليكية والبرلمان الأوروبي إلى أن تلك الدول والهيئات لم تتمكن من قيادة الإجماع الدولي لإدانة تلك المذابح برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور برحب بحضراتكم معنا وعايزة نرجع لحركة دكتور أرمن يعني أنا عايزة أن نستعرف الدولة التركية أو العثمانية وقتها عملت إيه في الأرمن؟ إيه وجه الإبادة؟ يعني سمعنا عن قتل بالرصاص وبالإعدام شنقن وتهجير قصري حالك تحكي لنا أولا كانت تهجير متعمد وقصري من القرى والبيوت بتاعتهم فيه كتاب اسمه الكتاب الأسود دي مذكرات طلعة باشا أحد مخططي الإبادة الأرمنية كان كتبها بخط إيده مراته كانت حفظها في البيت اكتشفوها واتنشرت في سنة 2008 كان فيها بيسأل جميع القرى والمدن اللي كانوا بيحكموها أنتوا كان عندكم مثلا عشر تلاف أرماني في القرية بتاعتكم فدل عندكم كم واحد دلوقتي؟ مثلا فدل ألف فده إثبات أن كان حاجة مخططة مسبقا من التهجير والقصري كانوا بيطلعوا بقوافل في الصحراء في الصحراء ديرزور كانوا بيصولوهم لغاية سوريا ديرزور فأثناء الرحلة دي اللي كان بيموت بيموت لا يوجد أكل ما فيه شرب لا يوجد أكل ما فيه شرب الجماعات الكردية كانت بتهجم العصابات كانت بتهجم عليهم كانت من المخططات أن الحكومة العثمانية والتركية خرجت كل المجرمين من السجون التركية وثبتهم على الأرمن والقوافل اللي كانت بتمشي في الصحراء وطبعا كانت المقاسي الحكايات اللي بتتحكي يعني مأساوية جدا كانوا الاختصاب الفتيات اختصاب النساء شق بتون الحوامل القصص كتيرة جدا ومأساوية جدا ازاي يا دكتور تم توصيق الحاجات دي وازاي خرجت للعالم يعني مين أشعل فتيلة فتح الدولة العثمانية وما فعلته بالأرمن لازم نشيد بالدور المصري هنا الصحافة المصرية كانت أقوى صحافة باللغة العربية على مستوى العالم بل إن الصحافة المصرية هي اللي وصقت يوم بيوم ما جرى للأرمن من مؤتمر برلين 1878 إلى لوزان 1923 وما بعدها أيضا الطباعة في مصر كانت رقية جدا طبعا مزدهرة جدا ففايز الغصين ده أحد الموظفين العثمانيين وهو سوري عربي كان محكوم عليه بالإعدام ضمن المثقفين العرب اللي كانوا مستهدفين أيضا من النظام التركي الحاكم آنازا أثناء هروبه في الولايات الأرمنية الست شاهد بأم عينيه كل المبيقات التي ارتكبت بحق الأرمن وكتب كتاب اسمه المذابح في أرمينيا باللغة العربية ولما وصل إلى بومبي في الهند بعته مع تاجر هندي ونشره في طبعة محدودة في القاهرة في خريف ديسمبر 1916 ومن هذا الكتاب بدأ العالم يعرف لأول مرة ماذا جرى للأرمن لأن تم قطع التلغراف اللي هو زي الإنترنت النهاردة وما كانش فيه صحافة أجنبية بتقدر تدخل الأناضول عشان باستثناء بعض المبشرين بعض الجنود طبعا احنا بنشوف مشاهد من اللي موجود في الأرشيف عن هذه المذابح صور صعبة جدا ففائز الغصين هو رائد كتابة توسيق المذابح الأرمنية عن طريق الكتاب اللي نشره في القاهرة في أواخر وبداية 1917 ونشرته جريدة المقطم والمخابرات البريطانية لأول مرة كانت تكتشف هذا الكم من المعلومات والمقاس اللي حصلت للأرمن فترجموا الكتاب عن طريق المؤرخ البريطاني المعروف أرنالدو طينبي إلى اللغة الإنجليزية واتنشر في التايمز وفي نيويورك تايمز نقلا عن فايز الغصين يعني البداية كانت مصرية وبرضو فيما يتعلق بالدور المصري لابد أن نشيد بالفتوى اللي أصدرها شيخ الجامع الأزهر سليمي البشري في عام 1909 يدين فيها شيخ الإسلام في اسطنبول أنه حرد على قتل المسيحيين الأبرياء باسم الدين ولكن أقوى فتوى تطلع وأقوى موقف يطلع من القاهرة ومن الشرق الأوسط كله بل ربما من العالم كله أن يطلع فتوى من التابع اللي هو مصر كانت لسه تابعة للدولة العثمانية والأزهر تابع لشيخ الإسلام في اسطنبول لكن الأزهر ومصر بعبقريتها الوسطية وبسماحتها وبإنسانيتها انتصرت على المصلحة السياسية عايزة أرجع لحيك دكتور أرمان أكيد أنت بازلتوا جهود عظيمة على شخاطر تقدروا تقنعوا 29 دولة باختلاف المصالح السياسية أنها تعترف بهذه الإبادة الجامعية لأرمان عملتوا إيه؟ أولا عدى 100 سنة السنة الجاية 105 سنة على الإبادة نحن بنحيي ذكر الإبادة كل سنة ومن خلال المدارس بتاعتنا والكناس بتاعتنا والنوادي بتاعتنا بنعلم الأطفال ومن هم زغيرين في المدارس إيه التاريخ بتاعتهم وإيه اللي حصل لهم أثناء 1915 ودي تلاقيها برضو في الموسيقى الأرمانية في الفن الأرماني يعني دي جزء من حياة الأرمن عموما لأن كل عيلة أرمانية هتلاقي فيه مأساة حد من أجداده حصلت له طبعا فإحنا دايما الذاكرة حية عندنا من جيل إلى جيل فالدول اللي اعترفت لغاية النهاردة طبعا من أهم الدول أنا عاوز أشير من إيطاليا وفرنسا وروسيا والدول دي كلها ولبنان من الدول العربية لكن من أهم الدول اللي اعترفت في 2016 ألمانيا والبرلمان الألماني والرئيس الألماني وزي ما احنا عارفين من الألمانيا كان الحليف الأكبر للدولة العثمانية أيام الحرب العالمية الأولى وده إثبات كبير طبعا يعني لما يكون شريك الجاني نفسه يعترف على فكرة الوسائق الصور اللي انتو عرضتوها في الفيلم دلوقتي ده مش مصورينها ناس أرمن على فكرة عشان محدش يقول أنها متفابريكة لا دي كانت متوسقة مثلا صور مصور وكان هو طبيب ألماني في الجيش العثماني كان بيخدم في الجيش العثماني هو اللي صور الحاجات دي هو اللي صور اسمه أرمن ويجنر هو اللي صور الصور دي وفي الإرساليات اللي كانت بتشتغل في الدولة العثمانية أياميها وكان في السفارات الأجنبية ومن أكبر الوسائق الوسائقة الإبادة الأرمنية كتاب اسمه قتل أمة للسفير الأمريكي في وقتها اسمه هنري مورجنتاو حيكت بتقولي في الفاصل على النخبة التركية بالزبط إيه بقى اللي حصل في دلوقتي كمان النخبة التركية بتدت تطلع وتتكلم وبالطالب الدولة التركية بأنها تتصلح مع الماضي بتاعها وأنها تعترف بالإبادة الأرمنية ومنهم المؤرخ الكبير طانر أكتجام ومنهم أرهان باموك واخد جائزة نوبل ومنهم من أهم الناس الصحفي المرموخ اسمه حسن جمال وهو حفيد جمال باشا السفاح اللي هو أحد أهم عناصر المسبحة الإبادة الأرمنية هو أصدر كتاب في 2015 على ما أتذكر بيطالب فيه وهو كان يعني يجده خطة الإبادة وهو بيعترف بأن أجداد قاموا بالإبادة الأرمنية وبيطالب بالمجتمع التركي بأنه يتصلح مع الماضي بتاعه يعني حتى المجتمع التركي ابتدى يصحو من غفلة أنه الدولة التركية بريئة أو العثمانية بريئة من هذه المذابع هكشايف على مدار التاريخ فكرة دولة العثمانية في حكامها طبعا مش بتكلم على الشعب تغير ولا لسه بينتهجوا نفس النهج في الدول المحيطة بيهم لا هو كل تركي أو معظم القيادات التركية جواها النقدين الدولة العثمانية والدولة التركية يعني في ازدواجية في نفسية معظم الحكام الأنظمة الأدرقية أنه يعني أردوغان جواه نفس العقدة اللي هي ازدواجية الدولة العثمانية الأممية وازدواجية الجمهورية دي يعني الفكر القومي والفكر الأممي بيتنازعان دول أطرق بس في الواقع شايفين أنه فكر الدولة العثمانية والخلافة هو الطاغي حتى في معاملتهم السياسية وحضرتك بعد فشل تركيا أنها تدخل الاتحاد الأوروبي بدأوا يدوروا على بديل فبحثوا عن البديل في العالم التركي وتنفسوا مع إيران فيه لكن الوجود الأمريكي الروسي الصيني في أسيا الوسط والقوقاز يعني كان على حساب المصالح التركية فجابوا بعد يعني ما أطلق عليه صورات الربيع العربي جابوا البديل في الشرق الأوسط الولايات التي كانت تابعة للدولة العثمانية يعيدوا إحياء فكرة الهيمنة العثمانية بشكل جديد وشفنا حتى زيارة أردوغان لمصر بعد 25 يناير يعني كان عاوز يتعامل كسلطان عثماني بالضبط لكن طبعا يعني فكرة إحياء العثمانية الجديدة وللأسف الشديد للأسف الشديد أن فيه طيار تركي عثماني متغلغل في جامعتنا المصرية وفي مادة الدولة العثمانية وفي مادة مصر تحت الحكم العثماني بيتم تصدير هذه المفاهيم لطلبنا طيب دي نقطة مهمة لكن كمان أنا عايزة أسأل دكتور أرمان يعني ما يدير ماذا يدير الدولة العثمانية لو أو الدولة التركية لو اعترفت بمدابح الأرمان هل ده هيكلفها مثلا تعويضات فهمش عايزة تعترف بدا ولا إيه اللي هيحصل الأرمن لغاية 2015 كانوا بيحيوا الذكرى لكن من 2015 وإحنا لغاية النهاردة ابتدنا نطالب بالتعويضات بالاعتراف والتعويضات التعويضات طبعا تعويضات مادية ومعنوية إعادة الأراضي الأرمانية إعادة الممتلكات الأرمانية الكنائس الأرمانية المدارس الأرمانية المصنع الأرمانية التي كانت يمتلكها الأرمن يعني تركيا الحديثة قامت على أنقاذ الأرمن دي جزئية مهمة دي جزئية مهمة كمان دي قالها تانير أكتشم نفسه يعني هو اللي بيقول بأن تركيا قامت على الهوية القومية التركية فلو تركيا اعترفت كل المفاهيم دي اللي قامت عليها الدولة التركية تنهار يعني ده بيوضح أنه مستحيل الدولة التركية تعترف بمذابح الأرمانية لحدتك الجزئية دي الدولة العثمانية كدولة إمبراطورية الجيش العثماني كان معظمه يعني الجنرالات الكبار فيه رفضين فكرة أن تختزل الإمبراطورية في دولة أنادولية وكان لابد من أن كبار جنرالات الجيش يعني يقبروا ثمان سكتهم على تحويل الإمبراطورية الأممية الكبيرة اللي في ثلاث قرات لمجرد دولة أرمانية كان لازم يقبروا التمن وكان التمن هو ثروات الأرمن بالضبط عشان كده هم حاولوا يقنعوهم بأنه إذا تخليتم عن الفكرة دي أنت هتاخدوا كل الثروات الخاصة بالأرمن وده ساهم في أنه الأرمن يخرجوا من البلد بشكل سريع على فكرة فيه مؤرخ توركي دلوقتي اسمه أجور أنجور في أمريكا مطلع كتاب وبيدرس كل الممتلكات الأرمنية اللي راحت للناس الأتراك دلوقتي يعني المصنع الفلاني كان للتبغ مثلا كان صاحبه فلان فلاني الأرمن ودلوقتي صاحبه فلان التوركي وأنا بحيي فيكو إصراركو على أنكو ترجع حقوقكو وده حقوقكو طبعا وإحنا بنساندكم وأنا عملاحظة أنه حضرتك أصلا يعني اللي يقعد معك أو يكلمك يحس أنك مصري مية في المية يعني إحنا بنعتزب كل الأرمنيين اللي عايشين وسطينا بدون ما نفهم أنه هما من جنسية تانية غير الجنسية المصرية على فكرة إحنا الأرمن أنا مش أرمن على فكرة إحنا الأرمن بنطالب حقوقنا وأن تركيا تعترف والمزن بياخد جزائه مش علشان الأرمن بس لا علشان منع أي جريمة مماثلة تحصل لأي شعب تاني زي الشعب الفلسطيني زي جاي أي شعب تاني تحصل له نفس الجريمة دي الأم بالجريمة يتعاقب كلمة أخيرة دكتور لو تحب توجيها النهاردة توجيها المين أنا بوجيها لمصر وشعب مصر لاستقبلوا الأرمن واحتضنوهم وإحنا أصبحنا جزء من الدولة المصرية وجزء من الأرض المصرية اللي عيشنا عليه وشربنا من ميت وأكلنا وإحنا بنتشرف بوجودكم معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور أرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية للأرمن بالقاهرة عضو المجلس الملي الأرميني شكرا لك دكتور شكرا شكرا جزيلا دكتور المؤرخ محمد رفعة الإمام عميد كلية أداب دمانهور والمتخصص الشأن الأرميني وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر شكرا لحضر أشكر كمان سي تي في شكرا أتحت لنا الفرصة دي والسي تي في كانت موجودة في المئوية في أرمينيا غطت المئوية مع البابا توادروس والوافد الكنسي اللي كانوا معاه ونحن ندعوكم إن شاء الله سنة جاية في 2020 تحضروا 105 سنة معنا في أرمينيا إن شاء الله شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شرفتونا ونورتونا وبشكركم مشاهدينا على متابعة حلقة النهاردة وبكرة حلقة جديدة في النور تصبح على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة